نأتي الآن إلى من قال بالجواز نأتي إلى الحنفية أو الأئمة الأكابر نبدأ بالجصاص الذي بدأنا به الآن قبل نفس الجصاص الذي قال أول بالمنع قال هو ينقل عن المذهب وهنا عن المذهب جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها وكفها بغير شهوته وبمثل هذا القول قال السرخس كما سبق وأن تكلمنا عنه وغيره وبه قال الحصفي والنسفي وإلى غيره ذكر مجموعة من علماء الحنفية هنا أنا الذي أذكر قل لك وبمثل هذا القول لا أنا فقط أنقل لك قوله وعندما أقول لك وبمثل هذا القول فنذكر بجزء الصفحة من قال من قال الحنفية أمكن أن أعطيك نموذج الآن نذهب للمالكية مالكية أبن عبد البر الإمام الكبير صاحب التمهيد يعني هنا مثلا أبن عبد البر نتكلم عنه كما مثلا ننقل عن جزء الثالث مثلا التمهيد جزء السادس صفحة 364 أما نأجي أقول لك والله ابن رشد في المقدمات ما نقول لك ابن أبي زيد ففي الرسالة كله بمراجع كله بمراجع والجزء الصفحة أبن عبد البر يقول المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين على أكثر على هذا أكثر أهل العلم سبحانه هنا شوف النقل كيف هنا وبمثل هذا القول قال أبن رشد وابن أبي زيد والزرقاني ونص ولو شابة طيب طيب الشافعية قال محمد مسلمان الكردي واختلفوا في جوازي نظر الوجه والكفين اختلفوا في المذب الشافعي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة معنى توربطها بالشهوة وخوف الفتنة ونسب الإمام القول بعد الحرم للجمهور ونسبه الرافعي إلى أكثرين وبمثل هذا القول قال جماعتهم قال أبو القاضي أبو يعلا من الحنابلة طبعا من الحنابلة مشهور القاضي أبو يعلا حتى لما يقولون القاضي فهو يتجه إليه ابتداء لأنه هناك غيره القاضي يحرم عليه النظر إلى ما عدى الوجه والكفين لأنه عورة ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة وبمثل هذا القول قال ابن عقيل وقال به المرداوي وغيرهم وغلص خصوصا للجيران ونقارب غير المحارب الذي نشأ بينه وكلام طويل طيب يعني هذا موجود وهذا موجود إذن كانوا يتكلمون عليهم رحمة الله بمثل هذا الثقل وبمثل هذا الحشد في أئمة كبار هنا وفي أئمة كبار هنا وإن كنت تقرأ في ثنائي الكلام أنهم يركزون على مسألة الشهوة ويتكلمون عن مسألة الإثارة يعني كانوا لو كانوا بالكشف في ضوابط نعم والذين قالوا بالمنع أتوا كما قلت لك بنصوص القرآن الكريم و بنصوص حديث السنة النبوية الطاهرة فالآن لا نأتينا نقول والله هذه مسألة عادات مش عادات لما تأتي الأنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفة زين الحديث صحيح في مسألة الحج العمر بمعنى أنها تلبسه في خارجه بل حتى القفة زين اللي رأى البعض اليوم تشد اللي رأى البعض تشد لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفة زين بمعنى أنها كانت تلبس القفة زين كنا إذا رأينا الرجال أسدلت إحدان جلبابها يعني هي كانت كاشفة الوجه والحج والعمر يمنع فيها ذلك و مع ذلك الصحابيات و أمهات المؤمنين يفعلنا أنهم يغطينا الوجوب من بابي ماذا حتى لو حج و عمره و إن كان النبي عليه الصلاة والسلام و نعى ذلك فهموا أن هذا إذا كان في احتكاك بالرجال و مناظر و مشاهدة مع بعضهم البعض إذن لا نقول أنه والله هذه مسألة عادات ولا لأتي نقول و اجتمع لم يكن موجود هذا كان موجودا في المقابل وجد عندنا بعض الأحاديث النبوية هذه المرأة التي كانت مثلا في يوم العيد و في غيرها كانت وضيئة وجد مجموعة و إن كان الفضل بن العباس ينظر إليها في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عنها و إن كان يقول لم يصف الوجه هنا في الحقيقة هنا وجه ممكن بعض من اعترض و إن كان هناك نقاش حولها أنها كانت وضيئة فالاعتباري هو الوجه موجود هذا هذا موجود هذه الاثنين موجود و هذا موجود